بسم الله الرحمن الرحيم عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما جذيرا أما بعد فإن أجل العلوم وأفضلها على الإقلاق هو علم الإنسان بما خرقه الله تبارك وتعالى لأجله وأوجده لتحقيقه قال عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله فالعلم بالتوحيد ومعرفة ما يتعلق به من مسائل ودلائل لا شك أنه أجل مطلب وأعظم مقصد وأنبل غاية والواجد على كل مسلم أن يكون هذا الأمر في أولويات اهتمامه وفي مقدمات ما يعتني به لأنه لأن به صلاحه وفلاحه ورفعته في الدنيا والآخرة وقد عظمت عناية أهل العلم بهذا الأمر المبارج شرحا وبيانا وتأليفا وإضاحا في قديم الزمان وحديثه وأهل العلم في هذا يستائرون على سنن الأنبياء الذين التوحيد والدعوة إليه في مقدمة ما يبدأون به وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فعبدون والتوحيد هو أعظم الأوامر أعظم شيء أمر الله سبحانه وتعالى عباده به توحيده سبحانه وما قد جمه الله جل وعلا يقدمه المسلم وما بدأ الله سبحانه وتعالى به يبدأ به المسلم قبل كل شيء فالتوحيد أعظم الأوامر بل إن التوحيد هو الأساس الذي تبنى عليه الأوامر والطاعات فلا قيام لطاعة ولا قبول لعبادة إلا إذا أسست على التوحيد وأقيمت عليه فإن لم تكن مقامة على التوحيد فلا قبول لها ولا انتفاع بها فوالذي يصحح الأعمال ويزكيها وتكون به مقبولة وإذا عرف المسلم مكانة التوحيد وعظيم قدره فإن سمت سؤالا لابد أن يكون حاضرا في ذهن المسلم هل وهو ما واجبنا نحو التوحيد ما واجبنا نحو هذا الأمر العظيم الذي خلقنا الله جل وعلا لأجله وأوجدنا لتحقيقه فهذا السؤال غاية في الأهمية والجواب على هذا السؤال أن الواجب علينا نحو التوحيد ونحو كل أمر أمرنا الله تبارك وتعالى به أمور سبعة الأمر الأول محبته فكل شيء أمرك الله تبارك وتعالى به عليك أن تحبه وأن تعمر قلبك بمحبته وأن يكون محبوبا لك وأن لا يقع في قلبك الشيء من البغض أو الكراهية له فهذا الأمر الأول الأمر الثاني أن تتعلمه وأن تحرص على معرفته وفهمه وحسن زراسته وتعلمه والأمر الثالث أن تعزم في قلبك عزما أكيدا على العمل به تعقد في قلبك العزم على العمل بهذا المحبوب بهذا الأمر المحبوب إلى قلبك والذي اعتنيت بتعلمه فتعقد في قلبك عزما على العمل به ورابعا تعمل وتجاهد نفسك على العمل وأن يأتي منك العمل تاما وخامسا أن يقع العمل منك على المشروع أي خالصا لله صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم السادسا أن تحذر أسج الحذر من الأمور التي تحبط العمل وتبطله فتكون دائما في حيطة وفي حذر من كل ناقض أو مبطل أو مفسد لعملك وطاعتك وسابعا أن تثبت على هذا الأمر إلى أن تلقى الله جل وعلا وتسأله سبحانه وتعالى أن يثبتك عليه إلى أن تلقاه فهذه أمور سبعة تجب علينا نحو التوحيد ونحو كل سيء أمرنا الله تبارك وتعالى به وإذا نظرت إلى واقع الناس وحالهم مع ما أمرهم الله تبارك وتعالى به لا ترى في كثير منهم وفاء ولا تحقيق لهذه المراتب السبعة العظيمة ومن حقق بعضها أو شيئا منها صرط في باقيها قد تجد في الناس من يقع في قلبه شيء من البغض لبعض أوامر الله أو كراهية لبعضها ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله يقع في قلبه كراهية وبغض وإذا وجدت هذه الكراهية لم يوجد ما بعدها من تعلم وعزم وعمل إلى آخر وبعضهم يحب الأمر الذي أمره الله يحب الشيء الذي أمره الله به ولكنه لا يحرص على تعلمه ويتشاغل وتمضي به الأيام والأوقات وهو في تشاغله إلى أن يموت وهو متشاغل عن تعلم ما خلق له وأوجد لتحقيقه ومن الناس من يحب الأمر وأيضا يعرفه يحصل له نوع تعلم له فيعرفه ويعرف حسنه وفضله وبهاءه لكنه لا يعقد العزم على العمل به لا يعقد في قلبه عزما على العمل به وذلك خوفا منه على تغير دنيا كأن يكون نشأ مثلا على تعلق بغير الله من خباب أو أحجار أو نحو ذلك فيسمع بالتوحيد ويبين له ويعرف صحته لكن يقع في قلبه خوف من تغير دنيا وتغير حاله وبعضهم إذا عزم أحب وعلم وعزم لا يعمل لأنه يخشى أن عمل وراء الناس عمله ذهب منه ماله أو ذهب جاهه أو ذهبت مكانته أو ذهبت رئاسة إلى غير ذلك فتجد عرف الحق وعرف الهدى وعرف الصواب ولكن لو لا يعمل ويترك العمل خوفا ضياع مال أو جاه أو رئاسة أو مكانة أو غير ذلك وهذا يقع كثير حتى إن بعض من يدعى إلى الإسلام يتساءل وهذا يحصل كثيرا يتساءل يقول إذا أسلمت كيف أصنع مع الأهل والأقارب والزيران إذا طلعوا عليه وبعض فعلا يمتنع مع أنه رأى أنه صح أنه دين صحيح ومسلك قويم لكنه يمتنع عن العمل مع أنه أحبه وعرفه ووجد في قلبه عزم على العمل به ولكنه لا يعمل خوفا إطلاع الناس عليه ورؤيتهم لا فيمتنع ومن الناس من من تقع منه أو من تحصل منه هذه الأمور الأربعة المحبة والتعلم والعزم والعمل لكنه لا يحقق العمل على المشروع سيكون عنده نوع تهاون في تحقيق العمل على المشروع والعمل المشروع هو الخالص الصواب ما كان خالصا لله صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وثلاث ومن الناس من تقع منه هذه لكنه لا يتحاسى من المحبط والمضط للعمل وربما يأتي عليه ما ينقض عمله ويفسد ديانته لا يتحاسى من ذلك والله جل وعلا يقول وَلَقَدْ أُوْحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَبْتَ لَيْحْبَطَنْ وَاللَّهُ عَنْهَا قالت كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب قلوب ثبت قلبي على دينك قالت قلت يا رسول الله أو إن القلوب لتتقلب أو إن القلوب لتتقلب قال ما من قلب إلا وهو بين أسبوعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه والله تعالى يقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء فهذه أمور سبعة تجب علينا نحو التوحيد ونحو كل أمر أمرنا الله سبحانه وتعالى به وفي تعلمنا للتوحيد الذي هو أعظم العلوم وأجلها نحتاج إلى تعلم أمور عديدة تتعلق به معرفة فضله ومكانته وما يترتب على على العمل به وتحقيقه من الأوجور الجزيلة والأفضال العميمة في الدنيا والآخرة معرفة حقيقة التوحيد ومعنى التوحيد وأنواعه وأفراد العبادة التي حق خالص لله جل وعلا لا يجوز طرفها لغيره سبحانه معرفة معرفة نواقض التوحيد ونواقصه حتى يحذر الإنسان منها ومن الوقوع فيها فكل ذلك من من الأمور التي ينبغي ويجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها وبين يدينا هذا الكتاب المبارك كتاب التوحيد وسنقرأ في أبوابه تفاصيل نافعة وتحقيقات وافية وتقريرات جيدة واستجلالات وافية تتعلق بهذا المطلب العظيم والمقصد الجليل ونبدأ في افتراءة هذا الكتاب مستعينين بالله جل وعلا كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لسيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وله قال الإمام الأواب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كتاب التوحيد بسم الله الرحمن الرحيم باب قول الله تعالى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَمَا خَلَقْهِ قال رحمه الله كتاب التوخي جرت عادة المتخنفين او كثير منهم ان يستهل مؤلفاتهم بمقدمة مقدمة تبين غرض الكتاب والغاية من من ثالثة وطريقة المؤلف في الكتاب الى غير ذلك من الامور التي جرت العادة في كثير من الكتب جرت العادة في مقدمات كثير من الكتب بينما المؤلف رحمه الله بدأ مباشرة قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوحيد واخذ يسوق الادلة ودخل مباشرة في مضمون الكتاب وهذه الطريقة التي انتهجها رحمه الله هي طريقة كثير من اهل العلم المتقدمين يقرأ على سبيل المثال صحيح البخاري والسنن والمسانيك والمعاجم والاجزاء الحديثية فترى كثيرا منها يشرع في في المضمون والتقريرات بدون مقدمة والسبب في ذلك ان عندهم حرصا على قلة الكلام وعدم الاطالة وترك بيان الواضح فاذا قيل كتاب التوحيد عرف بدون مقدمة انه مؤلف لبيان التوحيد وتقريره والاستدلال له فناسب حينئذ الدخول في الموضوع مباشرة ولهذا قال الكتاب التوحيد وقول الله تعالى شرع في ذكر الادلة كما هي طريقة كثير من اهل العلم المتقدمين في مصنفاتهم وكان كلامهم قليلا كثير البرجة وكلام المتأخرين في الغالب كثير وقليل البرجة كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في الزمانة فكيف بالازمان المتأخرة ثم هناك غرض آخر لهذه الطريقة ألا وهي رب الناس والمتعلمين بالدليل فلا يجعل بينه وبين الدليل شيئا فيضع العنوان ثم تأتي الجلائل والبراهيم فيكون تعليمهم وعظهم بالآية والحديث مباشرة قل إنما أنذركم بالوحي وذكر بالقرآن إن في ذلك لذكر لمن كان له قلب فيربطون الناس بالدليل مباشرة حتى في تفسير المعاني وبيان الحقائق يربطون الناس بالدليل وسترى في هذا الكتاب هذه الطريقة المباركة في تقرير التوحيد وبيان حقيقته وتفسير معناه كل ذلك بالدليل حتى تفسير التوحيد وشرحه وبيان معناه لم يفسره المصنف بكلام أنشأه وإنما فسره بآيات سلاها من القرآن سيأتي معنا بعد تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله بماذا فسر التوحيد قد تتطور أنه جاء بكلام يشرح التوحيد ويفسره في هذا الباب قرأ أربع آيات من القرآن وحديثا واحدا من سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وانتهى هنا تفسيره للتوحيد فسر التوحيد بآيات من القرآن وحديث عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام أورد أورد قول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وأورد قول الله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني ضراء مما تعبدون إلا الذي فطر عليه فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبة لعلهم يرجعون وأورد قول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا وأورد قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبون أم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله وختم بقول النبي عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله وحسابه على الله وأنهى بهذه طريقة تكسير التوحيد بالآيات والأحاديث وهذه طريقة السلف رحمه الله في رب الناس بالدليل وبكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام ولهذا قال الجلائل وطريقة التصنيف فسار رحمه الله على سنة أئمة السلف وعلماء الأمة في مصنفاتهم العظيمة ومؤلفاتهم الجليلة التي نفع الله سبحانه وتعالى بها أمة الإسلام قال كتاب التوحيد كتاب التوحيد كتاب أصل هذه الكلمة أصل مادة هذه الكلمة يرجع إلى الجمع والكتاب ثمي كتابا لأنه يجمع ويؤلف بين الحروف والكلمات والكتاب هو مجموح في غرض معين فالكلمات إذا جمعت لغرض معين ما اجتمع من ذلك يسمى كتابا وقد درج أهل العلم من قديم على تسمية المؤلفات بالكتب والعادة في الكتاب أبواب وفي الأبواب مسائل مسائل والكتاب يجمع الموضوع الذي جمع له كاملا كالتوحيد مثلا أو الفقه أو نحو ذلك والباب يجمع موضوعا معينا من المواضيع العديدة التي يجتملها أو يجتمل عليها الكتاب والمسائل التفريعات الكثيرة والجمعيات الدقيقة الداخلة في الباب والشيخ رحمه الله رتب كتابه على هذه الطريقة جعله مكون من أبواب وتحت كل باب مسائل مستفادة من الباب في بعض الأبواب تزيد المسائل على العشرين مسألة وفي بعض الأبواب مسألتين أو ثلاث أو نحو ذلك بحسب ما يستنبط رحمه الله من المسائل أو ينبع عليه رحمه الله من المسائل المستفادة من الباب والتوحيد هذا مصدر للفعل وحدة يوحد توحيدا وهو أصل دال على الإفراد وتوحيد الله سبحان وتعالى هو إفراده إفراده سبحان وتعالى بخصائصه التوحيد هو إفراد الله سبحان وتعالى بخصائصه خصائصه سبحان في ربوبيته وأسمائه وأسمائه وصفاته وألوهيته هذا هو التوحيد أن يفرد سبحانه بخصائصه جل وعلا في الربوبيته والأسماء والصفات والألوهية فلا يجعل معه شريك في شيء منها والشرك ضده بأن يسوى غير الله بالله في شيء من خصائص الله فالتوحيد أسراد الله بخصائصه والشرك تسوية غير الله بالله في شيء من خصائصه ولهذا يقول المشركون يوم القيامة إذا دخلوا النار سالله إن كنا لفي ظلال مبين إذ نسويكم برب العالمين قال الله جل وعلا ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ومر معنا قريبا قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله كحب الله تسوية فتسوية غير الله بالله أيا كان هذا الغير ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا أو غير ذلك تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله هذا السرك وإفراد الله سبحانه وتعالى بخصائصه هذا والتوحيد وأن لا يجعل معه سبحانه وتعالى سريك في شيء منها والتوحيد وما يفرد وما يفرد الله سبحانه وتعالى به أنواع ثلاثة الربوضية والأسماء والصفات والألوهية كل ذلك من خصائصه جل وعلا لا سريك له في شيء من ذلك لا سريك له سبحانه في ربوبيته ولا سريك له سبحانه في أسمائه وصفاته ولا سريك له سبحانه وتعالى في ألوهيته وتوحيد الربوضية هو إفراد الرب سبحانه وتعالى بأفعاله من الخلق والرزق والإحياء والإيماتة والتطرف والتدفير في لغير ذلك من معاني الربوضية فلا يجعل معه سريك في شيء من ذلك وتوحيد الأسماء والصفات بالإيمان بأسمائه والصفاته الواردة في كتابه والسنة نبيه صلى الله عليه وسلم إيمانا صحيحا قويما لا تحريف فيه ولا تعطيل ولا تكيف فيه ولا تمثيل وتوحيد الألوهية بأن يفرد سبحانه وتعالى بالعبادة كما أنه تفرد بالخلق والرز وتفرد بالكمال والجلال والعظمة فيفرد فيفرد وحده سبحانه وتعالى بالعبادة لا يجعل معه شريك في شيء من ذلك ودين الإسلام سمي توحيدا لأن مبناه على الإيمان لوحدانية الله عز وجل في ربوبيته وأسمائه وصفاته وأولوهيته قال كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقبل ذلك بدأ رحمه الله بالبسملة وحمد الله والسناء عليه والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم قال وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وهذه الآية ساقها هنا وبدأ بها لأن فيها شبيانا واضحا أن التوحيد هو الغاية التي خلق الله تبارك وتعالى الخلق لأجلها لأجلها وأوجدهم لتحقيقها فبدأ بهذه الآية الكريمة مبينا بها أن الغاية من خلق الناس وإيجاد التقلين توحيد الله دون دون أن يتكلم ما هو بشيء وإنما ربط بالدليل مباشرة والدليل واضح في دلالته على ما سيق لأجله قال كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون فإذا قرأ المتأمل عرف من هذا السياق أن التوحيد هو الغاية التي خلق الخلق لأجلها وأوجد لتحقيقها قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون من أوضح ما يكون واضح وضوحا كام اللقف هذه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لسه هناك غرض آخر أو هدف آخر ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتيل سلاية واضحة في الدلالة على أن التوحيد هو الغاية التي خلق الله تبارك وتعالى الخلق لأجلها وأوجدهم لتحقيقها والأسلوب في الآية من أساليب الحصر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي هذه الغاية من خلقهم وإيجادهم وهذا هو الغرض أن يعبدوا الله أخبر سبحان وتعالى أنه فعل بهم الأول وهو الخلق وما خلقت ليفعلهم الثاني وهو العبادة فعل سبحانه وتعالى الأول وهو الخلق ليفعلهم الثاني وهو العبادة لا ليفعل بهم هو سبحانه وتعالى الثاني لأنه لو كان هذا المراد لكانوا كلهم عبيد له سبحانه وتعالى لأن إرادة السبحانه وتعالى الكونية لا يتخلف عنها شيء فقول إلا ليعبدون أي خلقهم ليقوموا بعبادته ليقومهم بعبادته خلقهم ليكونوا محلا للأمر والنهي والأمر بعبادة الله فخلقهم ليأمرهم بالتوحيد وعبادته جل وعلا هذا المعنى قوله إلا ليعبدون أي لآمرهم بعبادتي يوضح هذا المعنى قول الله سبحانه وتعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى أي لا يؤمر ولا ينهى هذا لا يكون ولم يخلق لذلك ولم يوجد عبتا وإنما خلق ليؤمر وينهى خلق لأجل هذا خلق ليعبد الله خلق ليأمره الله سبحانه وتعالى بالعبادة فمن الناس من يعبد ومن الناس من لا يمتفل مثلها تماما قوله تعالى وما أرسل من رسول إلا ليطاع بإذن الله فالرسل أرسلوا ليطاعوا أرسلوا ليطاعوا أرسلوا دعاة إلى دين الله ووداة إلى الحق أرسلوا لهذا لكن هل كل أحد دعوه يطيعهم من الناس من يطيع ومنهم من لا يطيع والرسل إنما أرسل لطاعة الله إنما أرسلوا ليطاعوا فمن الناس من يطيع ومنهم من لا يطيع والخلق هلقوا لعبادة الله ومن الناس من يعبد ومن الناس من لا يمتفل فإذن قوله جل وعلا إلا ليعبدون أي إلا لآمرهم بعبادته وتوحيده وإخلاص الدين لهذا هو المعنى والأمر بالعبادة هنا إلا ليعبدون هو أمر بالتوحيد بل قرر أهل العلم في هذا الباب قاعدة قال ابن عباس رضي الله عنه عنه ما وغيره كل أمر بالعبادة في القرآن أمر بالتوحيد كل أمر بالعبادة في القرآن أمر بالتوحيد يا أيها الناس عبدوا ربكم معنى عبدوا ربكم أي أفردوه وحده بالعبادة ولهذا أتى بعد بقليل فلا تجعلوا لله أنجادا وأنتم تعلمون عبدوا ربكم أي أفردوه بالعبادة وخصوه وحده سبحانه وتعالى بالطاع فكل أمر بالعبادة في القرآن أمر بالتوحيد قال وما خلقت الجنة والإنسة إلا ليعبدون إلا ليعبدون أي إلا لآمرهم بتوحيدي وعبادتي وإفراد العبادة له سبحانه وتعالى وأن هذا الأمر هو الغاية التي خلقهم الله تبارك وتعالى لأجلها وأوجدهم لتحقيقها هذه الآية الأولى في هذه الترجمة وقد ثيقت لبياني أن التوحيد فهو الغاية من خلق السقلين نعم وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ساق رحمه الله هذه الآية الكريمة ليبين من خلالها أن التوحيد هو الغاية من بعثة الرسل الآية الأولى في بياني أن التوحيد هو الغاية من خلق السقلين والآية الثانية في بياني أن التوحيد هو الغاية من بعثة الرسل لماذا أرسل الله عز وجل الرسل لماذا بعثهم لأتيك الجواب ولقد بعثنا في كل أمة الرسولة أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت مثلها قول الله تعالى وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ وقول الله تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون وقوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلون سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاعبدون والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا وكل هذا له على أن الغاية والغرض من بعثة الرسل الدعوة إلى توحيد الله وإفراده سبحانه وتعالى وحده بالعبادة وقرأ هذا في قصص الأنبياء في القرآن فكل نبي بعثه الله يبدأ قومه بدعوتهم إلى التوحيد وأول كلمة تقرع سمع الأقوام من أنبيائهم الدعوة إلى توحيد الله وقد تكرر في غير آية في القرآن في قصص الأنبياء بدء الأنبياء أقوامهم بقولهم أعبدوا الله ما لكم من إله غيره ويأتي هذا الأمر في مقدمة الأوامر أعبدوا الله ما لكم من إله غيره دعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإخلاص الدين له قال وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا وهذا فيه حيام الحجة والمعذرة ببعثة الرسل وتأمل هنا لما كان القف من خلق السقلين عبادة الله وتوحيده والإيمان به وبكل ما أمر سبحانه وتعالى بالإيمان به لما كان هذا هو الغاية ولما أيضا كان لا سبيل لذلك إلا بذيان من الله جل وعلا لهذه التقاصيل وهذه الأحكام اكتبت حكمة الله جل وعلا أن لا يوحي إلى كل فرد من أفراد الناس وحيا خاصا وأن يفطفي سبحانه وتعالى من خلقه ومن الناس رسلا يبلغون يبلغون الناس ما خلقوا لأجله وأوجدوا لتحقيقه ويبينون لهم تفاصيل الإيمان وأحكام الدين فأرسل الله جل وعلا رسله تترى رسولا يتروه رسول إلى أن ختمهم بمحمد عليه الصلاة والسلام ما كان محمد أبى أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين فختم به عليه الصلاة والسلام الرسالات وكان جل وعلا يبعث الرسل بألسنة قومهم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم وهؤلاء كلهم أرسلهم جل وعلا دعوة إلى توحيده وإفراده بالعبادة قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وهذا هو التوحيد وعبدوا الله دعوة إلى عبادة الله وتحذير من عبادة الطاغوت ويأتي معنا في تفسير التوحيد أن التوحيد له ركنان لا يصح إلا بهما النفي والإثبات كما هو راضح في كلمة التوحيد لا إله إلا الله نفي وإثبات ولا توحيد إلا بذلك وهو ظاهر في هذه الآية اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وهذا هو التوحيد إكراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة ونفي العبادة عن كل من سواه جل وعلا والطاغوت مشتق من الطغيان ومجاوز في الحد كل ما تجاوز الناس به الحد من مسبوع أو معبود أو مطاعف هو طاغوت فتخذ طاغوتا أي طغى الناس فيه وتجاوزوا الحد ووقعوا بذلك في أظلم الظلم وأشنعه لأن العبادة حق لله سبحانه وتعالى فمن جعلها لغيره طغى وظلم وبغى واعتدى ولهذا قال أهل العلم عن الشرك أنه هضم لتناب الربوبية وتنقص للألوهية وسوء ظن برب العالمين وسنع الشرك لا حد لها قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتربوا الطاغوت فالآية سيقت لبياني أن باء أن بعتة الرسل الغاية منها والمقصد دعوة الناس إلى توحيد الله جل وعلا وإخلاص الدين له ويتدل أيضا على أن الأنبياء كلهم متفقون على هذا الغرض كلهم متفقون على هذا الغرض قد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح نحن الأنبياء أبناء علات ديننا واحد وأمهاتنا ستة أي توحيدنا وعقيدتنا وإيماننا واحد وأمهاتنا ستة أي شرائعنا مختلفة لكل جعلنا منهم شرعة ومن هذه الشرائع قد تختلف من نبي لآخر ومن رسول لا إلى آخر أما التوحيد والإيمان والأصول فهذه واحدة عند جميع الأنبياء كلهم دعاة إلى توحيد الله دعاة إلى الإيمان بالله دعاة إلى الإيمان بكل ما أمر سبحانه وتعالى عباده بالإيمان به هذه أمور متفق عليها بين الأنبياء لا خلاف بين نبي وآخر في شيء منها هذا معنى قوله ديننا واحد أي عقيدتنا وإيماننا واحد ولهذا قال العلماء إن العقيدة لا يدخلها النس النس لا يدخل العقيدة وليس سيئا من أمور العقيدة ينسع هذا لا يكون مطلقا النس يكون في الأحكام والأوامر فهذه التي يدخلها النس فقد يؤمر الناس في فترة بشيء ثم ينسع بحسب أحوال المكلفين أما أمور العقيدة فهذه لا يتطرق لها نس أبدا والعقيدة واحدة وأمور الإيمان واحدة والتوحيد واحد في عند الأنبياء كلهم وهذا أيضا واضح في الآية التي فاق المصنف ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت نعم قال وقوله وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وهذه الآية الثالثة إثاثها رحمه الله هنا لبيان أن السوحيد أعظم الأوامر وأعظم الوصايا وأن السرك هو أخطر شيء وأعظم شيء نهى الله سبحانه وتعالى عنه وهذه الآية من سورة الإسراء والآيات بعدها مستملة على أوامر عديدة ونواهي عديدة مستملة على أوامر عديدة ونواهي عديدة ونبه الشيخ رحمه الله في المسائل إلى ذلك قال وفيها ثمانية عشر مسألة أي هذا السياق في ثمانية عشر مسألة ومراده بقوله مسألة أي أوامر ونواهي تبدأ هذه المسائل من قوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى فتقعد مدموما مخدولا وتنتهي بقوله تعالى ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مجحورا فهذه أوامر ونواهي عدتها كما ذكر السيخ في مسائل ثمانية عشر مسألة ثمانية عشر مسألة أمر بالتوحيد ونهى عن الشرك وأمر ببر الوالدين وأمر بسلة الأرحام ونهى عن التبذير نهى عن قتل النفس بغير حق نهى عن الزنا إلى غير ذلك مما اجزاء في هذا السياق المبارك بدأ هذه الأوامر بالأمر بالتوحيد وبدأ هذه النواهي بالنهي عن الشرك فأول شيء يلطادفك وأنت تقرأ هذه الأوامر والنواهي الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك النهي عن الشرك في قوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخدولا والأمر بالتوحيد في قوله وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبدأ بالنهي عن الشرك قبل الأمر بالتوحيد لأن التخلية قبل التحلية تنقية المكان من القاذورات والأوساخ قبل وضع الشيء الحسن والطيب فيه فأولا يخلى المكان من القاذورات ومن الأوساخ ومن العفن ومن النتن ثم يوضع فيه الشيء الطيب أن وضع السيء الطيب في الوسخ لا ينفع وضع السيء الطيب في المكان القدر وفي المكان الوسخ لا ينفع بل يؤذي ما وضع فيه ولهذا التحلية قبل التحلية ينقى المكان وتبعد عنه أوساخ وقاذورات ثم وأعظم القاذورات والأوساخ السرك وأعظم شيء يحصل به الاتفاق فيبدأ أول ما يبدأ بالتنقية والتصفية ويزالة القدر قال لا تجعل مع الله إلها آخر لا تجعل مع الله إلها آخر مثله لا إله إلا الله بدأ بالنفي قبل الإثبات لا تجعل مع الله إلها آخر ثم بيّن عاقبة المشرك وقاء عاقبة من يقع في الشرك قال لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا هذه ثمرة من من عسرات بل مئات السمرات المرة التي يجتنيها من يسرك ثم أمر بالتوحيد قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقضى أي أمر ووصف لأن القضاء يطلق في النصور ويراد به تارة القضاء الكوني القدري في قوله تعالى فقضاهن سبع السماوات هذا قضاء كوني قدري وتارة يطلق ويراد به القضاء الشرعي الديني كما في هذه الآية وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه أي وصف وأمر وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه أليس القضاء هنا القضاء الكوني لأنه لو كان المراد بالقضاء هنا الكوني لم يتخلف مراد الله عز وجل الكوني لا يتخلف إذا أراد شيئا يكون إذا أراد شيئا كونا وقدرا يكون لا يتخلف أبدا ألا له الخلق والأمر سبحانه وتعالى فالقضاء هنا في معنى الأمر قضاء أي أمر وصف وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلى آخر السياق وصايا وصايا عديدة بدأت بالوصية بالتوحيد فدل هذا السياق المبارك على أن التوحيد أعظم الوصايا أن التوحيد أعظم الوصايا والنهي وعن السرك أعظم سيء نهى الله عنه وهذا الذي لأجله ساق المصنف رحمه الله هذه الآية في هذا الموطن لأجله الآية الأولى في بيان أن التوحيد هو الغاية من خلق التقلين والثانية في أن التوحيد هو الغاية من بعتة الرسل والثالثة في بيان أن التوحيد أعظم الوصايا وأزلها على الإطلاق نعم قال وقوله وعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبلوالدين إحسانا إلى آخر الآية هذه الآية يسميها أهل العلم آية الحقوق يسميها آية آية الحقوق العسرة لأن الله سبحانه وتعالى ذكر فيها حقوقا عسرة بدأها سبحانه وتعالى بحقه الذي أعظم الحقوق وأزلها وهو إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة وعدم اتخاذ الشريك واعبد الله ولا تشركوا به شيئا هذا حق الله سبحانه وتعالى ثم ذكر حقوق العباد وبدأها بأعظم العباد حقا الوالدين بدأ بالوالدين قال وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا ثم ذكر حقوقا أخرى فهذه حقوق بدأت بذكر حق الله سبحانه وتعالى على عباده الذي هو أعظم الحقوق والتيأتي معنا نظيرها في الدلالة حديث معاد لما كان رديث النبي صلى الله عليه وسلم على حمار وقال أتدري يا معاد ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال حق العباد على الله حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به سيئة حق الله على العباد ماذا أن يعبدوه ولا يشركوا به سيئة وفي آية الحقوق قال أعبدوا الله ولا تشركوا به سيئة فهذا حق الله سبحانه وتعالى وهو الحق المقدم على كل سيئة وبه يبدأ قبل كل سيئة والواجب البدأ بما بدأ الله به وتأمل هذه القاعدة في قول النبي عليه الصلاة والسلام عندما صعد على الصفا ماذا قال ماذا قال نبدأ بما بدأ الله به إلا الصفا والمروة من شعائر الله الصفا والمروة وبدأ عليه الصلاة والسلام بالصفا لماذا قال نبدأ بما بدأ الله به وكل منهما جبل لكن بدأ عليه الصلاة والسلام من حيث بدأ الله بدأ الله بالصفا قال إن الصفا فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام سعيه من الصفا إذا كان عليه الصلاة والسلام بدأ بما بدأ الله به في هذا الأمر فكيف بأعظم الشيء وهو توحيد الله سبحانه وتعالى فالتوحيد حق الله على العبيد وهو أعظم الحقوق وأزلها على الإطلاق والمصنف رحمه الله جعل عنوان كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد ودلائل كون التوحيد حق الله على العبيد مثل هذه الآية آية الحقوق ومثل حديث معاذ ومثل قول الله سبحانه وتعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير قال وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وقول الله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وهذه الآية والآيتان بعدها بسميها أهل العلم الوصايا آيات الوصايا العشر لأنها استملت على وصايا عشر بدأت ذي الوصية بالتوحيد قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا فالله جل وعلا حرم على عباده أشياء ونهاهم عنها وأوصاهم بأشياء بدأها بنهيهم عن السرك وتحريم السرك والتحذير من السرك قبل نهيه عن أي شيء آخر وختم هذه الوصايا بقوله وأن هذا قراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وبدأت هذه الوصايا بالوصية بتوحيد الله عز وجل والنهي عن الإسراك به فجل هذا السياق المضارك على أن التوحيد هو أعظم الوصايا وأجلها على الإطلاق قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تسركوا به شيئا ألا تسركوا به شيئا هذا أعظم ما حرمه الله عز وجل السرك والنهي عن السرك يتضمن الأمر بالتوحيد كما أن الأمر بالعبادة يتضمن النهي عن السرك فتارة يؤتى بهم معا وتارة يؤتى بأحدهما اكتفاء بدلالته تضمنا على الآخر فالنهي عن السرك هنا يدل على الأمر بالتوحيد والإفلاق لله سبحانه وتعالى كما أن الأمر بالعبادة إذا جاء وحده يدل على النهي عن السرك قول الله عز وجل يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون قولوا أعبدوا ربكم هذا فيه الأمر بالتوحيد والنهي عن السرك وكل أمر بالعبادة كما مر معنا أمر بالتوحيد والتوحيد هو إفراد الله عز وجل بالعبادة والبراءة من السرك نعم قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وفية محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أكل ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئا إلى قوله وأن هذا فراط مستقيما هذا الأثر ساقه المصنف هنا رحمه الله للتأكيد على أهمية هذه الوصايا بالتأكيد على أهمية هذه الوصايا وعظم سأنها قال من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات فليقرأ هذه الآيات فوساقه لبيان أهمية هذه الوصايا وهذا الذي جاء في هذا الأثر فجلت عليه أحاديث ونصوف كثيرة في قوله عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تظلوا كتاب الله فعليه الصلاة والسلام وصيته كتاب الله جل وعلا وصيته كتاب الله جل وعلا وهذه العسر التي جاءت مبدوئة بالأمر بالتوحيد والنهي والنهي عن الشرك هي أعظم الوصايا وأجلها على الإطلاق فأراد المصنف رحمه الله أن ينبه على أهمية هذه الوصايا العسر فساق هذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ والوصية التي عليها الخاتم هي الوصية التي كتبت وحررت وضبطت وأودعت في وعاء أو في غرف أو في شي وختم عليها فإذا ردت كان يقول إذا ردت أن تقرأ وصية النبي صلى الله عليه وسلم التي ختمت بخاتم ولم تكتر وضبطت فقرأ هذه الآيات فقرأ هذه الآيات فالمراد هنا التنبيه على أهمية هذه الوصايا نعم وعن معاد بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حمار فقال لي يا معاد أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله فقلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس بشر قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيستكلوا أخرجاه في الصحيحين ثم أورد رحمه الله هذا الحديث في الصحيحين عن معاد بن جبل رضي الله عنه وأرضاه يقول كنت رديث النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يسوق الخبر ويذكر القصة والحال التي كان عليها في سماعه لهذا الخبر من نبي الله صلى الله عليه وسلم فيقول أنه وقت سماعه للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يكبره بما سيأتي يقول كنت رديثه على حمار كنت رديث النبي صلى الله عليه وسلم على حمار أي أنه هو راكب خلف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار قال العلماء وهذا فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم يركب الحمار مع أنه في زمانه فيه ما هو أفضل منه في زمانه فيه ما هو أفضل منه فكان يركب الحمار ويتنقل عليه في سكة المدينة صلى الله عليه وسلم ويردث من أصحابه وفيه جواز الأرداف على الدابة إذا كانت مطيقة أما إذا كانت لا تطيق فلا يحل فكان عليه الصلاة والسلام يركب الحمار ويردث عليه أردث معاد وأردث ابن عباس وأردث الفضل ابن عباس وأردث عدد منه في الصحابة حتى أحد السلف أفرد رسالة مطبوعة بعنوان من أردثهم النبي صلى الله عليه وسلم على الحمار من أردثهم النبي صلى الله عليه وسلم ويمطبوعة جمع فيها مثل هذه الأخبار في أردث النبي صلى الله عليه وسلم معه على الجابة يقول كنت رديثا النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاد وهنا أنظر إلى اللقص اللقص الذي يجذب القلب ويهيئ النفس يا معاد يناديه باسمه هذا النداء اللطيف وهو راتب مع النبي صلى الله عليه وسلم على الحمار يا معاد أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله وهذه أيضا طريقة في التعليم عظيمة جدا يسأل ليهيئ الذهن لصناع الإجابة وكثيرا ما تتكرر هذه الطريقة في أحاديثه عليه الصلاة والسلام يسأل ليهيئ نفس سامعه والمتلقي عنه لاستيعاب ما يقال بخلاف لو ألقي الأمر ابتداءا بدون السؤال قد لا يتنبه له الملقى عليه لكن إذا طرح السؤال ينسد الدهن ويتهيئ لتلقي الفائدة قال أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله كنت الله ورسوله أعلم وهذا فيه أدب المسلم فيما إذا سئل عما لا يعلم إذا سئل عما لا يعلم يحيل العلم لعالمه كمعاد مع الرسول عليه الصلاة والسلام والوحي يتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم والدين وتلقى منه عليه الصلاة والسلام فقال الله ورسوله أعلم فقال الله ورسوله أعلم فحال العلم إلى من يعلمه قال الله ورسوله أعلم وهذا أدب فيما إذا سئل الإنسان عما لا يعلم فبين له عليه الصلاة والسلام قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به سيئة هذا هو حقه جل وعلا أن يعبدوه ولا يشركوا به سيئة فحقه يتضمن أمرين يتضمن فعل العبادة والقيام بها وإفراده سبحانه وتعالى بها والبعد عن السرك أن لا يشركوا به سيئة أي أي شيء كان والنكرة في السياق النفي سعم أي أي شيء من السرك قليلا أو كثير صغيرا أو كبير لا يشركوا به سيئة هذا هو حقه سبحانه حقه على عبادة أن يعبدوه ولا يشركوا به سيئة وإذا عرف المسلم من هذا الحديث ومن دلائل أخرى أن هذا هو حق الله على عبادة فما واجبه إذا عرف المسلم أن هذا حق الله على عبادة كل كلام ماضح قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به سيئة ما الذي يجب على المسلم نحو هذا تأتي الأمور السبعة التي نبهت عليها في بداية اللقاء فيحب هذا حبا عظيما ويتعلم كثير من الناس لا يتعلم التوحيد ولا عنده وقت أصلا حتى يتعلم التوحيد مسؤول بأمور ما تنتهي من ملهيات الدنيا وفتنها والصوادها والصوارفها إلى أن يموت وهو في شغل ما عنده وقت يتعلم التوحيد الذي خلق لأجله وأوجده لتحقيقه ما عنده وقت يجلس ليتعلمه إلى أن يموت يموت وهو ما تعلم التوحيد لا يدري ما هو التوحيد ليعمل به ولا ما هو السرك ليحذر منه فإذا عرف سلمسلم أن هذا حق لله على عباده وأن الله خلقه لأجله وأوجده لتحقيقه فيجب عليه أن يعطيه وقتا تعلما ودراسة وتفهما ومذاكرة حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يسركوا به سيء أن يعبدوه هنا تعلم العبادة لتفعل ولا يسركوا به سيء تعلموا السرك ليترج في كل الأمرين لا بد من تعلم لا بد من تعلم العبادة والتوحيد لا يعمل به العبد ولا بد أيضا من تعلم ومعرفة السرك ليحذر منه العبد كل منهما لا بد فيه من تعلم الحق يعرف ليعمل به والشر يعرف ليجسنا كما قال من قال تعلم الشر لا للسر ولكن لتوقيه فإن من لم يعرف الشر من الناس يقع فيه يقول حديثة بن اليمان كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافته في السر يعرفه الإنسان ليحذر منه وقد أفرد غير واحد من أهل العلم كتبا في الكبائر والغرض من هذه الكتب عبد الكبائر واحدة تنطلو الأخرى الكبيرة الأولى السركة الكبيرة الثانية القتل الكبيرة الثالثة الزنى الكبيرة الرابعة السرقة ويعدون الكبائر ويذكرون على كل كبيرة ما يدل عليها من آيات وحاديث لماذا يؤلف الكبائر ولماذا تعد الكبائر ما الغرض من ذلك يتعلمها الناس ويعرفونها لتحذر ولما انصرف الناس عن تعلم هذه الأشياء وقعوا فيها وقعوا في السرك وقعوا في الربا وقعوا في الزنى وقعوا في محرمات لا حد لها ولا عدل ولو أن لو أنهم أعطوا من أوقاتهم للتعلم معرفتها معرفة عقوبتها معرفة خطرها لا نهاهم هذا العلم عن مقوع في هذه الأمور ولهذا ابن الجوزي في كتاب تلبيس إبليس كتاب مفرد يبين المداخل والطرق والوسائل التي ينفذ منها يبليس على الإنسان لماذا تشرح هذه الأمور مثل أيضا نغاثة الله فان لماذا تشرح هذه الأمور حتى يحذر الإنسان في مقدمة الكتاب قال كلمة في أقل من سطر لكن رائعة جدا قال إن في تعليم الشر تحذيرا منه إن في تعليم الشر أو في تعلم الشر تحذيرا منه فالإنسان يعرف ليحذر يعرف ليتقي وقد قال أحد الثلاث كيف يتقي من لا يدري ما يتقي كيف يتقي من لا يدري ما يتقي كيف يتقي السرك من لا يدري ما هو السرك كيف يتقي الرباء من لا يدري ما هو الرباء وهكذا فالتعلم لا بد منه حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به سيئة إذن هذه الجملة تكون في مقدمة أولويات الإنسان في تعلمه وعمله وعبد الله حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به سيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به سيئا أن لا يعذب من لا يشرك به سيئا وهذا فيه فضيلة التوحيد فيه فضيلة التوحيد وأن من لا يشرك بالله سيئا لا يعذبه الله لا يعذبه الله وحق الله على العباد وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به سيئا لا يعذبه الله ويأتي في هذا المعنى أحاديث كثيرة مثل إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يكتغي بذلك وجه الله ومثل أيضا ما سيأتي لابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تسلك بسيئة لأتيتك بقرابها مغفرة ويأتي في هذا النصوص في هذا المعنى نصوص عديدة فحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به سيئا ومن لم يشرك بالله سيئا كما سيأتي بيان ذلك من لم يشرك بالله سيئا إما أنه لم يشرك بالله وحقق توحيده فهذا يدخل الجنة بدون حساب ولا عذاب وإما أنه لا يشرك لا يقع في ناقل من الملة لكن عنده كبائر وقع فيها لنقص إيمانه وضعفه فهذا قد يعدد في النار على قدر زرائمه وذنوبه وتعذيبه فيها تعذيب تطهير وتنقية لا تعذيبه تخليد كما هو الحال في المشرك المشرك يعذب في النار عذاب تخليد لأن الشرك لا تطهيره النار وأما غير المشرك فإن عذب في النار يعذب عذاب تطهير وتنقية ليطهر وينقى من الذنوب التي استحق بها دفول النار ويكون مدة تعذيبه بحسب جرمة ولهذا أهل الكبائر يتفاوتون في خروجهم من النار كما جاء في الحديد يخرجون ضبائر ضبائر يعني جمعات جمعان لأن جرائمهم وكبائرهم متفاوتة ليست فيها على درجة واحدة متفاوتون في الذنوب فيتفاوتون يوم القيامة في الخروج من النار على قدر الذنوب التي تكترفوها في هذه الحياة قال وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به سيا معاد رضي الله عنه سر بهذا الخضر وفرح به أعظم فرح ولهذا قال أتى لو بشروا الناس هذه بشارة هذا أمر مفرح جدا للجميع مع أن الكثير من الناس قد يسمع هذا الحديث ولا يكون له وقعا في نفسه لا يكون له وقعا في نفسه بينما معاد طار من الفرح بسماع هذا الخبر واستاذن من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن له بتبشير الناس وأخذ أهل العلم من الحديث استحباب بشارة المسلم بما يسره مجرد ما وجد معاد هذا الذي سره أراد أن يبشر به الناس أفلا أبشر الناس أفلا أبشر الناس فانظر وقعا سماع معاد رضي الله عنه لهذا الخبر وسمعه هو صغير من صغار الصحابة رضي الله عنه فقال أفلا أبشر الناس كان لهذا الخبر وقع شبير في قلبه وكثير من الناس يسمع هذا الخبر وأمثال ونظائر فلا يكون له أي وقع في قلبه لسبب الغفلة العظيمة التي ملعت القلوب قال فلو بشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا قال لا تبشرهم فيتكلوا يتكلوا على على هذا الأمر ويحصل منهم نوع من التراقي أو الفطور عن الأمل لا تبشرهم فيتكلوا وهذا يحصل عن بعض الناس يأخذ بعض آيات الرجاء ويتكل عليها مثل من يقول من قال لا إله إلا الله دخل الجد من الذنوب التي استحق بها دخول النار ويكون مدة تعذيب بحسب جرمة ولهذا أهل الكبائر يتفاوتون في خروجهم من النار كما جاء في العديد يخرجون ضبائر ضبائر يعني جمعات جمعات لأن جرائمهم وكبائرهم متفاوتة ليست فيها على درجة واحدة متفاوتون في الذنوب فيتفاوتون يوم القيامة في الخروج من النار على قدر الذنوب التي اقترفوها في هذه الحياة قال وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يسرك به سيئة معاد رضي الله عنه سر بهذا الخبر وفرح به بعض ما فرح ولهذا قال أفلو بشروا الناس هذه بشارة هذا أمر مفرح جدا للجميع مع أن الكثير من الناس قد يسمع هذا الحديث ولا يكون له وقعا في نفسه لا يكون له وقعا في نفسه بينهم معاد طار من الفرح بسماع هذا الخبر واستاذن من النبي صلى الله عليه وسلم أن ياذن له بتبشير الناس فأخذ أهل العلم من الحديث استحباب بشارة المسلم بما يسره ومجرد ما وجد معاد هذا الذي فره فراد أن يبشر به الناس أفلا أبشر الناس أفلا أبشر الناس فانظر وقع سماع معاد رضي الله عنه لهذا الخبر وسمعه صغير من صغار الصحابة رضي الله عنه فقال أفلا أبشر الناس كان لهذا الخبر وقع شبير في قلبه وكثير من الناس يسمع هذا الخبر وأمثال ونظائر فلا يكون له أي وقع في قلبه لسبب الغفلة العظيمة التي ملأت في القلوب قال فلو بشروا الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا قال لا تبشرهم فيتكلوا أي يتكلوا على هذا الأمر ويحصل منهم نوع من التراحي أو الفتور عن العمل لا تبشرهم فيتكلوا وهذا يحصل عن بعض الناس يأخذ بعض آيات الرجاء ويتكل عليها مثل من يقول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإنزن وإنسر فيتكل على هذا وينسى حديث أخرى في الوعيد وفي العقوبة وفي التهديد لو استحضرها وتأملها لا أثرت فيه ونفعت والاتفكال الذي يكون باستماع هذا الخبر ليس لكل أحد ليس كل أحد يحصل من اتفكال فالذي يكون عنده بصيرة وإلمام ومطالعة ومراجعة لمجموع الأدلة ما يتكل على نصوص الوعد مهمل النصوص الوعيد فخوف النبي صلى الله عليه وسلم من الاتفكال أن يقع في الناس أو في أفراد من الناس من يتكل على هذا الأمر ويدع العمل قال لا تبسرهم فيتكلوا وداء وداء أن معاذا رضي الله عنه أخبر بذلك عند موت تأثم خسية من الإثن بأن يكتم أو يموت ولم يذكر هذا العلم العظيم وكان في هذه الطريقة نصح عظيم للأمة فعرفوا الأمر وحذروا من الاتفكال بطريقة عظيمة جدا أرادها الله سبحانه وتعالى العبادة عرفوا الأمر وعرفوا الحكم وحذروا من الاتفكال فكأنه قيل لك وأن تتسمع هذا الحديث كأنه قيل لك من مات لا يسرك بالله سيئا لا يعذبه الله وإياك أن تتكل على هذا الأمر تاركا الأعمال متخليا عنها فإن من وراء ذلك عقوبات وعقوبات فجاء الحكم أو الأمر أو جاء الخبر ومعه التحذير من الاتفكال ومع وضوح هذا في الحديث نفسه ووضوح في دلائل أخرى في الكتاب والسنة إلا أن في الناس من يقع فيهما الاتفكال ويتخلون عن العمل بقامت مذاهب مذاهب عرفت عند أهل العلم بمذاهب المرجئة أهل الإرجاء تخلوا عن العمل تخلوا عن العمل ولم يعدوا العمل من الإيمان واستهانوا به واستخطوا بأمره وحصل منهم الاتفكال قال لا تبسرهم فيتكلوا لا تبسرهم فيتكلوا ويحصل منهم اتكال على هذا فيقع الإنسان في التفريق والإضاعة والإهمال قال لا لا تبسرهم فيتكلوا وفيه فضيلة معاد رضي الله عنه حيث خطعوا النبي حليل الصلاة والسلام خطعوا بهذا الأمر وأخضروا بهذا الخبر فهذا فيه فضيلة وفيه أيضا مكانة وفقها رضي الله عنه الساد من الحديث أن فيه بيانا لأن التوحيد هو حق الله على على عباده حق الله على عباده وفيه فضيلة التوحيد وأن الله عز وجل لا يعذب من لا يشرك بالله شيئا والتأتي عند المصنف رحمه الله باب في فضل التوحيد وتكثيره للذنوب ثم بعد ذلك بدأ المصنف رحمه الله بالمسائل فالمسائل عادة يأتي بيانها في ضمن الشرح لأن المقصودة بالمسائل تنبيث من يقرأ الكتاب إلى الاستفادة من هذه الأدلة فينبه ماذا في هذه الأدلة من استنباطات وماذا يؤخد منها من مسائل فنمر عليها مرورا سريعا قال وفيه مسائل الحكمة في خلق الجن والإنس هذه من قوله تعالوا ما خلق في الجنة والإنس إلا ليعبدون الثاني الغرض من هذه المسائل مساعدة طالب العلم الغرض منها مساعدة طالب العلم مساعدة القارئ ليس كل القارئ يستطيع أن ينتبه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قد ينتبه كثير من من يقرأ الكتاب إلى أن فيها دلالة على أن السوحيدة هو الغاية من الخلق من لم ينتبه يأتي في المسائل وينبه المصنف رحمه الله على ذلك ولهذا المسائل كما سأتي كثير منها أمور راضحة أمور راضحة لكنه ينبه الشيخ رحمه الله حتى من لم ينتبه أو من غفل أو من لم يكن ذهنه حاضرا أو نحو ذلك ينبه إلى المسائل وفي أيضا عدد من المسائل الآتية هنا وغيرها تحتاج إلى استنباط ليس كل أحد يتمكن من استخراجها أو الانتباه لها فينبه على أمور واضحة وأمور يعني لا تكون واضحة لكل أحد نعم قال الثاني أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه قال المسألة الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه أي بين الأنبياء وأممهم وأقوامهم قال الخصومة بينهم وبين الأنبياء في التوحيد الشيخ يقول أن العبادة أن العبادة عبادة الله هي توحيد الله لماذا عبادة الله هي توحيد الله قال لأن الخصومة فيه لأن الأنبياء بعثوا في أقوام ولاحظوا معي بعثوا في أقوام يعبدون الله يعبدون الله لم يتركوا عبادة الله مطلقا كلية لا يعبدون الله ولكنهم أشركوا معه غيره في العبادة فلما يقول لهم أقوام أعبد الله لما يقول لهم أقوام أعبد الله هل يطلبون منهم شيئا لم يطع منهم فعله أصلا أم أنهم فعلوا ولكنهم سووا غير الله بالله الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم في التوحيد ليس في أن الله يعبد أو لا يعبد هل الله يعبد أو لا يعبد ليس في الخصومة في هذا هم يعبدون ويحبون ويقومون بأنواع من العبادة ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله يحبون الله ولكن يسوون غيره بالمحبة يعبدون الله ولكن يسوون غيره به في العبادة فالأنبياء لما قالوا لهم أعبد الله هل المراد فعل العبادة مجرد فعل العبادة ولو كانه تمت تسوية لغير الله بها هل هذا المراد بقول الأنبياء أعبد الله لا مراد الأنبياء بقول أعبد الله ما لكم من إله غيره أعبدوا ربكم اللي خلقكم المراد بذلك وحدوه كل ولهذا جاءت القاعدة عند السلف كل أمر بالعبادة في القرآن أمر بالتوحيد لماذا؟ لأن الخصومة فيه الخصومة في التوحيد الخصومة بأن يوحد الله بالعبادة وأن يخص بها دون غيره ليست الخصومة في أن الله يعبد ولا يعبد هم يقولون يعبد وأيضا يعبدونه ويحبونه ولكنهم لا يخلصون العبادة له فقول الأنبياء لم أعبدوا الله أي وحدوا الله وقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي إلا لوحدون ما الدليل؟ لأن الخصومة فيه لأن الخصومة بين الأنبياء وأقوام في هذا إنهم كانوا أي المسركين إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لفاعر المدنون فالخصومة بينهم في التوحيد في أن يخص الله عز وجل بالعبادة هذا الذي فيه الخصومة وتواصل المشركون بينهم بينهم وقعت بين الأنبياء وأقوام في التوحيد أما العبادة مجرد العبادة موجودة بل كلمة شرك التي وصف كلمة شرك التي وصفوا بها تدل على ماذا؟ تدل على أنهم يعبدون الله في جملة من يعبدون لأن الشرك التسوية فكلمة شرك تدل على أنهم يعبدون الله في جملة من يعبدون وفي تلبية يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا ولك تملكوا وما ملك يلقون فالمشكلة عندهم ليس في وجود العبادة العبادة النفس هم وجودة لكنهم جعلوا مع الله فيها شريك فإذا نلاحظ هذه الفائدة العظيمة الجليلة القدر أن العبادة هي التوحيد أن العبادة هي التوحيد وقولوا أن العبادة هي التوحيد هذه قاعدة قاعدة كل أمر في القرآن بالعبادة هو أمر بتوحيد الله سبحانه وتعالى لماذا العبادة هي التوحيد لماذا كل أمر بالعبادة أمر بالتوحيد لأن الخصومة فيه من أمروا بالعبادة العبادة موجودة منهم من أمروا بالعبادة العبادة موجودة منهم لكنهم لم لم تكن خالصة لم يوحد الله سبحانه وتعالى بها فكان المراد بكل أمر في العبادة في القرآن الأمر بتوحيد الله عز وجل قال أن من لم يأتي به لم يعبد الله ففيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد أن من لم يأتي به أي بالتوحيد لم يعبد الله لأن عرفنا أن العبادة هي التوحيد فمن لم يأتي بالتوحيد لم يأتي بالعبادة مثل الذي صلى ولم يتوضى مثل الذي صلى سان التوحيد في العبادة مثل سان الطهارة في الصلاة من صلى ولم يتوضى يقل لم يصلي ارجع فصلي فإنك لم تصلي ما صلى والصلاة لقمت له ولا تقبل إذا كانت على غير طهارة لا تقبل الصلاة إلا بطهارة ولا تقبل العبادة إلا بالتوحيد فالعبادة لا تقبل إلا به لأنه أساس العبادة التي عليه قيامها فلا تقوم العبادة إلا على التوحيد فإن وجد صحة وإن لم يوجد بطهارة ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشرتك ليحبطن عاملك ولتكونن من الخاسرين وكل عبادة لم تقم على التوحيد سألها كما قال الله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل تجعلناه هباء منتوع قال فعيدها قال أن من لم يأتي به لم يعبد الله فيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم أيها المشركون عابدون ما أعبد قال لهم ذلك مع أنهم يعبدون الله في جملة من يعبدون ليس كذلك يعبدون الله في جملة من يعبدون يعبدون اللات يعبدون العزة يعبدون منات يعبدون وفي جملة من يعبدون أيضا يعبدون الله قد جاء في المسند بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحدهم كم إله أن تعبد كم إله أن تعبد قال سبعة ستة في الأرض واحد ستة فهم يعبدون يعبدون الله ولكن يعبدون معه غيره ومع فون هؤلاء يعبدون الله قال أمره الله أن يقول له ولا أنتم عابدون ما أعبد لأن من لم يخلص العبادة لله لم يعبد الله من لم يخلص العبادة لله لم يعبد الله وما وقع منه من عبادة لله هذه كلها جاقمة لها وفي الحديث أن أغنى الشركاء عن الشرك من عامل عمل الأشرك معي فيه غير تركته وشركه فالعبادة إذا لم تكن قائمة على التوحيد للمعبود سبحانه وتعالى لا يقبلها الله جل وعلا قال ففيه معنى قوله ولأنتم عابدون ما أعبد قد يتفى الإنسان ولأنتم عابدون ما أعبد يقول هم يعبدون الله هم يعبدون الله في الجملة معبوداتهم فكيف يقال ولأنتم عابدون ما أعبد لأن العبادة هي التوحيد فإذا وجد الشرك لا توجد عبادة مقبولة ولأنتم عابدون ما أعبد أترك مع الله غيره لم يعبد الله والاعتبار لأي عبادة وقعت منه طالما أنه يشرك مع الله سبحانه وتعالى غيره قال راضعا الحكمة في إرسال الرسل الحكمة في إرسال الرسل هذا في قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله والسلب الطاول الحكمة في إرسالهم الدعوة إلى التوحيد خامسا أن الرسالة عمت كل أمة أن الرسالة عمت كل أمة وهذا أخذه من قوله في كل أمة ولقد بعثنا في كل أمة نعم ثالثا أن دين الأنبياء واحد أن دين الأنبياء واحد أخذه من الآية ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله فدين الأنبياء واحد ومثل الآية ما في الحديث نحن الأنبياء أبناء العلات ديننا واحد وأمهاتنا شكا ديننا واحد أي عقيدتنا واحدة وأمهاتنا ستة أي شرائعنا شرائعنا مختلفة وكثيرا ما يأتي في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تقريب الأمور بالأمثلة تقريب الأمور بالأمثلة والعلات قال نحن الأنبياء أبناء علات هذا مثل لتوضيح المقصود وأبناء العلات يعني أبناء الضرائر الزوجات لزوج واحد يقال لهن علات ويقال لهن أيضا ضرائر فأبناء العلات أبوهم واحد وأمهاتهم شك لهم أب واحد وأمهات شك فيقول نحن الأنبياء أبناء علات ديننا واحد وأمهاتنا شك أي عقيدتنا واحدة و عقيدتنا واحدة والسرائع تختلف بحسب حسب أحوال الناس وسميت الزوجة وعلى الزوجة علا لأن العل هو الشرب والنهل نعم علا وليست علا فأنا عند النساء علا تعتبر الزوجة على الزوجة تعتبر علا سابعا المحسنة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت ففيه معنى قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت أن عبادة الله لا تكون إلا بالكفر بالطاغوت إذا لم يكن كفر بالطاغوت فلم تكن عبادة ففيه معنى قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقة ما هي العروة الوثقة كلمة التوحيد لا إله إلا الله لا يكونوا مستمسكا بها إلا بالكفر بالطاغوت قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقة إذن إذا لم يكفر بالطاغوت لا يكونوا مستمسكا بالعروة الوثقة ويأتي معنى في تفسير التوحيد عند المصنب باب تفسير التوحيد يأتي قول النبي عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فاشترط الكفر بما يعبد من دون الله لانعقاد التوحيد فالتوحيد لا ينعقد إلا بالكفر بما يعبد من دون الله إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فلا ينعقد التوحيد إلا بالكفر بالطاغوت الكفر بما يعبد من دون الله فلا يكون التوحيد منعقدا إلا بهذا نعم قال أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله كل ما عبد من دون الله فهو لا يستحق فهو لا يستحق لأن الذي يستحق العبادة هو الله ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه أيا كان هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير العبادة حق للعلي الكبير وهو الله سبحانه وتعالى فقرفها لغيره باطل وطويان وتجاوز للحد واعفداء وظلم بل هو أظلم الظلم وأسمعه نعم أعظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف وفيها عشر مسائل أولاها النهي على الإشراك ثم نبه على الآيات التي في سورة الأنعام وعظم شأنها عند السلف لأن سأنها عندهم بمثابة الوصية المحررة المكتوبة المختوم عليها سيوصية لها مكانة عالية ومكانة رفيعة في نفوس السلف وهي مجتملة على عشر وصايا بدأت بالأمر بتوحيد الله سبحانه وتعالى قال الآيات المحكمات في سورة الإسراء وفيها ثمانية عشر مسألة بدأها الله بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخدولا وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم مذموما مذحورا ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ثم نبهه هنا رحمه الله على المسائل المستفادة من الآيات التي في سورة الإسراء وقد بدأت بقوله تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخدولا وختمت بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مجحورا وقال الشيخ فيها ثمانية عشر مسألة يعني في هذا السياق ثمانية عشر مسألة أي أمر ونهي وهذه المسائل الثمانية عشر مبدوءة النهي عن الشرك مختمة بالنهي عن الشرك بدأت بقوله لا تجعل مع الله وختمت بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر وهذا البدع والختم يدل على عظم سأن التوحيد وأنه أول الأمر وآخرة وأتاس الأمر وقيام الأمر عليه ففي هذا السياق المبارك دلالة على صديقة التوحيد ومشالته وقول الشيخ رحمه الله في ثمانية عشر مسألة فيه تنبيه لطالب العلم من يواجع الآيات ويستخرج هذه المسائل وأود نقف وقفة قصيرة نسمع الآيات من أحد الأخوان لكن تقرأ علينا والأخ يقرأ تنبه إلى ما دعاكم الشيخ إلى الانتباه له 18 مسألة وهي إما أمر أو نهي فتعدها بيدك أو بورقة سريعا أعود بالله إلى الشيطان الرجيم لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذنوما مخلولا وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أفت ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفظ لهما جناح الذل من الرحلة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوتكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآتذ القربى حقه والمسكين وبن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها ترجوها فقل لهم قولا ليسوا ولا تجعل يدك مغلولة إلى علقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إن لا قنحل نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأا كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسلف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليسيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كنتم وزنوا بالقصاص المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبخر والفؤاد كل أولئك كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لم تخرق الأرض ولم تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخرت تلقى في جهنم ملوما مجسورا حسب تحسن عينك الشيخ رحمه الله قال نبه الله جل وعلا على أهمية هذه المثال بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة قال آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة بداها الله تعالى بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وعرفنا أن هذه الآية المعروفة بآية الحقوق العشرة فيها دلالة على أن التوحيد أعظم الحقوق وأجلها على الإطلاق قال التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته أي بالاهتمام بهذه الآيات الأثر كما في آثر بن مسعود رضي الله عنه قال معرفة حق الله علينا في حديث معاهد حق الله عن العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا حق الله علينا أن نعبده حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه حق العباد عليه أن لا يعدد من لا يشرك به شيئا حق الله على العباد يعني الحق الذي يطلب من العباد أن يكونوا به هو العبادة عبادة الله وإخلاصه في الدين له لأنه سبحانه وتعالى هو المتفرد بخلقهم ورزقهم وإيجادهم والإنعام عليهم فحقه عليهم أن يعبدوه ويخلص العبادة له ويخصوه وحده تبارك وتعالى بالطبع هذا حقه جل وعلا على عبادة وهذا الحق أوجبه الله شعال على عبادة استرضه عليهم ويعاقبهم إذا ضيعوه ولم يقوموا به وحق العباد على الله هذا حق أوجبه الله سبحانه وتعالى على نفسه تكرما وتفضلا وليس واجبا بالمقابلة لأن مهما قام به العبد من عمل ومن عبادة لا يمكن أن يقابل إحسان الله إليه وإثابته ولهذا جاء في الحديث لن يدخل أحد الجنة بعمله قال ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله رحمته قال أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة وهذا واضح في قول لا تبشر الناس لا تبشرهم لأن لو كانت معروفة لو كانت معروفة عند الكثير ما احتاج الأمر إلا أن يقول معادة فلا أبشر الناس قال جواز كتمان العلم للمصلحة جواز كتمان العلم للمصلحة يعني لمصلحة أتمنى يكتم عنه العلم حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله إذا اقتضت المصلحة أن يكتم العلم عن الإنسان لقصور علمه أو مثلا لعدم فهمه أو لأنه يخشى عليه من الغلط أو نحو ذلك فيجوز قال استحباب قال استحباب بشارة المسلم بما يسره أحدهم من قوله أفلا أبشر الناس فهذا أمر صر معاد فرغب أن يبشر الناس بهذا الذي يسرهم قال الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله خوف النبي صلى الله عليه وسلم على الناس من الاتكال على سعة رحمة الله وهذا الاتكال على سعة الرحمة يقع من الإنسان إذا نسي عذاب الله وعقوبته كان يقرأ نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم ويقف ويقف عند هذا الحد ولا يتذكر من بعد وأن عذابي هو العذاب الأليم فإذا كان يقف عند آيات الوعد وحاديث الوعد يحصل من الاتكال وهذا يقع في كثير من العوام يقع في الماطية ويعلن لنفسه أو لغيره بأن ربك يغفور رحم وينسى يعني يتكل على سعة الرحمة وينسى العذاب قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم قول المسؤول عما لا يعلم ورسوله أعلم لأن معاذا رضي الله عنه لما سأله لما سأله لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن الحقين حق العباد وحق الله قال الله ورسوله أعلم فهذا فيه أن من آدب من سئل عما لا يعلم يقول ذلك يقول الله ورسوله أعلم فالصحابة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم يحيرون العلم إلى الله وإلى النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك قال بعض أهل العلم في مثل هذا الوقت إذا سئل السائل عما لا يعلم يقول الله أعلم نعم قال جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض جواز تخصيص الناس بالعلم دون بعض وهذا الأمر يرجع إلى المصلحة والأمن أيضا من الاشتباه والاتباس أو الوقوع في الخطأ وهذا فيه فضيلة من امتاز بحسن الفهم وحسن العلم وحسن الاستفادة من غيره ممن ليس بكذلك فجواز تخصيص الناس ببعض العلم دون بعض مثل ما حطر من تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم لمعاد رضي الله عنه قال تواضعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه تواضعه صلى الله عليه وسلم بركوب الحمار مع الإرداف عليه هذا مع وجود دواب في زمانه خير من الحمار وحسن فمع ذلك كان عليه الصلاة والسلام يركب الحمار وهذا من تواضعه وأيضا يرجس من الصحابة معه وهذا أيضا من تواضعه صلى الله عليه وسلم قال جواز الإرداف على الداب جواز فالإرداف على الداب أي إن كانت مطيقة إن كانت مطيقة وتحتمل فإنه يجوز أن يردف عليها أما إذا كانت لا تطيب فلا يجوز قال فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه فضيلة معاذ بن جبل وهذا واضح من أمور عديدة كالحديث منها تخفيق النبي صلى الله عليه وسلم له بهذا العلم نعم فسأتي معنا بعتة النبي صلى الله عليه وسلم له إلى اليمن قاضيا وجابيا للذكات ومعلما فهذا أيضا من فضيلته رضي الله عنه قال عظم شأن هذه المسألة عظم شأن هذه المسألة مسألة التوحيد وحق الله على العباد وأنه حق حالص لله جل وعلا لا يجوز فرقه لغيره وما عده الله سبحانه وتعالى من التواب العظيم لمن حقق ذلك نعم انتهى الله تعالى أعلم هنا بعض الأسلات تقيناها كثرة فيها تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفضيلة الشيخ حزيزكم الله ما هو أفضل شرح لكتاب التوحيد التوحيد له صرحات كثيرة تقارب الثلاثين سرحا وهي متفاوتة في أوراضها وفي أيضا حجمها وكثير منها لا يغني عنه يعني لا يغني بعضها عن البعض الآخر لكن تدرج الإنسان في طالب العلم في هذه الكتب فهذا لا شك أنه مطلوب والذي أراه مناسبا أن تكون البداية في الشروحات المبسطة وقد صدر للكتاب عدة شروحات مبسطة للمبتدئين وتكون أيضا مرتبة منهجيا لذكر المفردات والمعنى الإجمالي والشاهد من الآية ومناسبة الباب للترجمة أشياء مفقطة ومرتبة بحيث أن كل شيء منها واضح أمام القارئ المبسطة ففي هذه الطريقة عدة كتب وأيضا يضع بعضهم أسئلة في نهاية الباب يختبر من قرأ نفسه في نهاية الباب على ضوء الأسئلة التي تطرح عليه وفي هذه الطريقة عدة كتب من أحسنها عندي كتاب الشيخ صالح الفوزانة التعليق المفيد على كتاب التوحيد هذا طبع مقرر فراسي للمعاهد العلمية مقرر على طلاب المعاهد هذا ممتاز جدا للمبسطة وكتاب الشيخ البحران بن السعدي رحمه الله القول السديد في بيان مقاصد كتاب التوحيد أيضا مفيد جدا لطالب العلم لأنه ليس شرحا للكتاب وإنما غرضه فيه بيان مقاصد الكتاب بيان مقاصد الكتاب هذا الغرض منه ولهذا يعطيك في أول عند كل باب الغرض من الباب فتكون بقراءتك لكتابه فهم إجمالي لمقصود الباب كل باب يعطيك خلاصة بديعة جدا المقصود من الباب بحيث تدخل وأنت قد عرضت ماذا يكصد بهذه الترجمة وماذا يراد بهذا الباب هو كتاب نفيذ جدا وهناك كتاب متخصص في مسائل الكتاب لا يشرح الكتاب ولا يعلق عليه ولا يشرح الآيات ولا الأحاديث ولا فيه وإنما فقط يشرح المسائل باختفار والمسائل كثير منها واضحة وبعضها تحتاج إلى تنبيه أو بيان ما أخذ المسألة وفي هذا كتاب الشيح عبدالله الدويس رحمه الله له كتاب ممتاز جدا في شرح مسائل كتاب التوحيد فقط يتكلم عن المسائل باختفار وهناك كتب كثيرة تشرح كتاب التوحيد من أمسعها وهو أول أولها وما صدر من بعده من شرحات عيال عليه كتاب تسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن عدوهاد رحمه الله حفيد الشيخ وهو كتاب نفيس جدا وبرع فيها المؤلف وأجاد في الجمع والتقرير والبيان والاستدلال في عرض الأدلة السلام على الأحاديث من حيث الإسناد ودرجة الحديث إلى آخره أجاد أجاد كبيرة جدا في هذا الكتاب ومات ولم يكمله بقي عليها الضواب من آخر من آخر الكتاب وجاء بعدها أيضا حفيد الشيخ عبدالرحمان بن حسن بن محمد عدوهاد وألف فتح المجيد وفتح المجيد بناه على التيسير على تسير العزيز الحميد فهذف فيه التيسير وأضاف بعض الإضافات وكمل الفتاب كمل شرح الأبواب التي لم يكملها صاحب التيسير وأيضا ألف كتاب آخر في شرح كتاب التوحيد بعنوان قرة عيون الموحدين وأيضا نتيز جدا في شرح هذا الكتاب وهناك شروح كثيرة جدا للكتاب ومفيدة ونافعة لكن يعني الاكتصار على بعضها قد يفيد يعني بعض الشيء مع الحاجة إلى الكتب الأخرى لكن عندك الساب الشخص صالح الذي يشط إليه البدء به والقول السبيد فتح المجيد هذه الكتب من أهم ما يكون هل هذه المسائل من وضع الشيخ الإسلام محمد عبدالوحاد هذه المسائل نعم الذي وضعها هو الشيخ رحمه الله ويكدل أيضا على دقة علمه وحسن استنباطه وفهمه وتنبيهه رحمه الله ونفسه هو الذي وضعها في نهاية كل مسألة يضع هذه المسائل تنبيها للقارئ أن يتنبه لها فأنت تقرى هذه المسائل إن كنت انتبهت الحمد لله ما انتبهت تنبهك الشيخ حتى ترجع إلى الآيات فتنتبه إلى ما لم تنتبه له فالمسائل هي بمثابة ماذا تنبيهات تنبيهات لمن قرأ الآيات والأحاديث أن ينتبهي لهذه الأمور التي تدل عليها فإن كان حصل لك الانتباع بدون تنبيه المقصود حصل وإن لم يحصل تقرأ المسائل لينبهك الشيخ على ما لم تنسبه له وإن من وضع الشيخ وكل شراح الكتاب صاحب التسير وصاحب الفاتح وغيرهم يقولون قال الشيخ في المسائل نعم يقولوا السائل ما هو الأصل أو الجليل الذي استطاع معاذ بن جبر رضي الله عنه من خلاله أن يحدث بمعنى هذا اللي نفعل عن التحديد به وهذا في الرواية التي استطعت إليها بيّن بيّن سبب إخباره بالحديث وهو عند موتي أخبر به أنه خسي أن يموت وقد كتم سيئا أن يموت وقد كتم سيئا فلهذا أخبر والمقصود حصل بهذا الإخبار يعني معرفة الحق والحذر من الاتكال يقولوا كيف نرد على من يقول إن تقسيم التوحيد إلى أنواع الثلاثة إنما كان عن طريق استقراء نصوص الكتاب والسلمة فلا بأسا نضيف نوعا رابعا وهو توحيد الحاكمية لأن كثيرا من الآيات قد دلت عليه والحاجة إليه اليوم ما أفعل توحيد الحاكمية ليس قسيما لأقسام التوحيد الثلاثة حتى يجعل قسما مستقلا وإنما هو داخل فيها داخل في أقسام التوحيد الثلاثة ولو فهم هذا من جعله قسيما لها لما يقع في هذا الخطأ فتوحيد الحاكمية هو داخل 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 في الأقسام الثلاثة وليس قسيما لها فداخل في الربوغية باعتبار أن الحكم لله جل وعلا ألا له الخلق والأمر وداخل في الأسماء والصفات لأن الحكيم اسمه والحكم صفته جل وعلا وداخل في توحيد العبادة من جهة وجوب طاعة الله عز وجل في أمره بانتثاله ونعيه فالتوحيد الحاكمي ليس قسيما ليس قسيما لهذه هذا السائل تقول هل نستطيع أن نعلم أو نعرف أوقات أو متى ألف شيخ الإسلام نحمد محمد عبدالرهاب كتاب التوحيد ورسوله ثلاثة في الشبوعات كتاب التوحيد الشيخ رحمه الله ألفه في البصرة ألفه في البصرة لما رحل الشيخ كان له رحلات في طلب العلم وكان رحل إلى البصرة واستخد من المكتبات هناك وقف على كتب الحديث وللسلف في المكتبات هناك وبدأ يجمع الكتاب من خلال الكتب ورحمه الله رأى الواقع في نجد ورأى الواقع في البصرة ورأى أحوال الناس وبعدهم عن التوحيد فبدأ يجمع ويبوذ ويصنف ويقسم الآيات والأدلة في بيانة التوحيد وإضاحة فبدأ بذلك في البصرة ويقال أنه وأتمه في حري ملاء بعد الرجاء أتمه وهناك اشتهر الكتاب وانتشر وقرع على الشيخ وتداول طلاب العلم وتناسخوه لكن بأجمع الشيخ له وجمعه لأبوابه وأجلته وهذا كان في البصرة ويقال أنه ويقال أنه ما أسبق هل يعلم كتاب ويقال أنه الله أعلم لكن بنسبة لكتاب التوحيد ألفه في البصرة ثم جمعه في البصرة ثم في شرين لا اشتهر وانتكر وربما يكون أتم الشيخ تعليفه هناك والأصول الثلاثة الشيخ رحمه الله كتبها مرات وكتبها أيضا على عدة مستويات كتبها للصغار وكتبها للعوام وكتبها للطلاب العلم وكتبها مختصرة وكتبها بمتوفر الذي يقرأ في مجموع مؤلفاتها أو في الدرر السنية يجد أن الأصول الثلاثة كتبت على كتب الشيخ في سترات وعلى مستويات حتى في نسخة منها كتبها للعوام بلهجتهم اللهجة العامية الأصول الثلاثة إذا قيل لك وش ربك لا أكتب وش لأن المقصود تعليمه وكان الشيخ رحمه الله عليه ما كان عنده تكلف إذا جاء العامي يخاطبه بأسلوبه ولهجته وإذا راسل عامي يراسله بأسلوبه أبداً بالأسلوب اللهجة العامية تقرأ بعض كتاب الشيخ لهجة عامية تماماً إذا كان من كتب له عامي ينزل إلى مستوى ويخاطبه بأسلوبه وإذا سأل حامي عن معنى آية ومعنى حديث ما يتكلف يجيب بالعامية على قدر فهمه جاء رجل وقال له ما معنى قول الله تعالى قل ما يعبأ بكم ربي لو لا دعاءكم فقد كذبتم فسوف يكون لجانا ما معنى ما يعبأ بكم قال يعني وش يبيبكم فكان يعني طريقة هابداً لما حتى في بعض كتابات تقرأ في الدرار وفغير هابداً إذا كان من يخاطبهم عوام يخاطبهم يكتب بيده بالأسلوب العامية وباللهجة العامية ولهذا بعض رسائل بعضكم إذا قرأها لا يفهمها لأن كتبت بلهجة عوام ليست على لهجة بل لأن من خاطبهم بها عوام ولهذا بعض الكلمات إذا ترجعت يتشرح للناس لأن بلهجة عامية كتبت ليوناس عوام يتكلمون بهذه اللهجة وهذا يستميد منها طالب العلم في بلده إذا كان عندك عوام ولهم لهجة وتنتكلمت معهم بالفصحة ما فهم بعض الناس يتكلم مع العوام بالفصحة ويقول لازم هم يطلعون لي هم يطلعون لي أنا أنزل لهم لا شاني أعظم من فهم لازم يطلعون هم يتعلمون يطلعون لي أنا أنزل لمستواهم لا ما أتكلم نحن مقصودا وما أرسلنا من رسول إلا في دستاني قومي ليبين لهم مقصودا تبين لهم فإذا كانوا عوام ما يفهمون الكلام الفصيح كلهم بالعام ودرسهم بالعام على مستواهم ولا يمنع لو كتبت لهم أوراق بلهجتهم حتى تخطف لهم الفائدة المقصودا يستفيدوا ويتعلموا حسنا الله إليكم ومباركة فيكم ونفعل الله بما قلتكم الله سلام شكرا